الحزب الحاكم في الجزائر جبهة التحرير الوطني للجدل الضائر حول تعديل الدستور بغرض السماح للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفريقة الترشحة لولاية جديدة الأمانة الآن طلعت بعيان تدعو بإلحاح إلى ضرورة مراجعة الدستور وإلى الاستجابة لرغبة المناظلين والمواطنين في ترشيح رئيس الحزب رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة بل الخادم الرجل المزدوج الوظيفة في السلطة الجزائرية حاليا حيث يجمع بين الأمانة العامة للجبهة ورئاسة الحكومة برر دعوة حزبه بالاستناد إلى المعطاية التالية في عملية استيلام لبطاقات ورسائل من المناظلين والمواطنين المطالبة بتعديل الدستور وبترشيح رئيس الحزب رئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفريقة لعهدة ثالثة جبهة التحرير صاحبة الأغلبية في البرلمان حاليا يتقاسم معها دعوة التعديل حزبات تجمع الوطن الديمقراطي وحركة مجتمع السلم الشركان الرئيسيان فيما يعرف بالتحالف الرئاسي الحاكم نحن لم نعترض على الفكرة وعلى العكس من ذلك تقف أطراف أخرى ضد التعديل لمبررات مختلفة بل وترى أن التعديل فيه مساس وأذى كبير بالتجربة الديمقراطية في البلاد النخب النافذة في البلاد ليست صادقة في التوجه الديمقراطي التعددي عمليا يرى حزب التجمع وأطراف في الحكومة أنهم جاهزون لتأييد فكرة التعديل وإن كان كل القرار يتوقف الآن على مبادرة صريحة من الرئيس بوتفليقة عودة السلم والأمان والأمان للجزائرين هذه مسألة من صلاحية فخمت رئيس الجمهورية قبل 17 شهر من موعد الانتخابات الرئاسية وبعد ثلاثة أيام من الانتخابات المحلية اتضحت الرؤية بصورة كاملة في الجزائر وبت في حكم الكيد أن خيار الأغلبية الحاكمة هو التعديل أما خيار عامة الجزائرين فمؤجل إلى حين أخيرا قشعت سماء الجزائر صفاء وحسم السياسيون أمرهم وقبل سنة ونص من موعد الرئاسيات القادمة بات أكيدنا الآن أن الجزائر في طريقها إلى تعديل دستوري يتاح من خلاله للرئيس الحالي الترشحة لولاية رئاسية جديدة رابح فلالي الحرة الجزائر